مرحلة جديدة من عمليات التحالف العربي في اليمن لكن في الحقيقة لا تختلف كثيرا عن ما هو قائم بالفعل ربما يبدو هذا ملخصا جيدا لتصريحات المتحدث باسم قوات التحالف المتحدث أشار إلى أن العمليات العسكرية الكبرى في اليمن شرفت على الانتهاء وأن المعارك توقفت تقريبا على طول الحدود اليمنية السعودية ولكن التحالف سيبقى إلى جانب الحكومة اليمنية حتى تحقيق هدف التدخل العربي كما قال توقفت المعارك في الحدود لكن ذلك لا يعني أنها ستتوقف أيضا في الجبهات الداخلية فمع إصرار ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع على الاستمرار في الحرب لن يكون هناك خيار آخر أمام السلطة الشرعية والتحالف لا يبدو أن توقف المواجهات على الحدود ذو علاقة باستمرار الحرب ضد الميليشيا فهذه الجبهة لم تكن يوما ذات أهمية كبيرة في عمليات التحالف لاستعادة الشرعية في اليمن بقدر ما كانت جبهة للتحشيد وتبرير الحرب بالنسبة للطرفين فيما كان استمرار المواجهات هناك قد استنزفهما بشكل كبير لم تنتهي الحرب بعد ولا يبدو أن ذلك سيحدث في وقت قريب في مأرب ظهر نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لأول مرة متحدثا عن استمرار المعركة ضد الانقلابيين حتى استعادت الدولة وبجانبه كان قائد القوات الخاصة في التحالف يشير لاستمرار قواته في حربها إلى جانب الجيش الوطني حتى إسقاط الانقلاب فيما كانت مصادر في الجيش الوطني تؤكد على استمرار تجهيز عشرة ألوية للمعركة القادمة التي ستكون في صنعاء في صنعاء أيضا عود طيران التحالف غارات على مواقع الميليشيا والمعسكرات التابعة للرئيس المخلوع بعد هدوء استمر قرابة أسبوع في مؤشر آخر على أن هذه الحرب لا تريد أن تنتهي